السلام عليكم ورحمة الله اليوم يومي ان شاء الله الابجكتيف دياله الدرس هو انك تكون خارج تفهم شنا هو الكنسيب ديال ديال التلخيص وتعلم كيفاش تلخص واحد بارغراف او واحد تكست بأسهل الطرق اللي غتنفعك طينت حياتك الدراسية مع اولا مع اللغة الانجليزية و هنشارك معكم طريقة شخصية اللي تنذير انايا في النصوص هالشي مع الممارسة لا تيهو اللي سهل عين ممارسة متحتاج قاعد تدير الواسع الحمدلله انا ذا مادرت لي الواسخ لا والا وصلت و كتبت و هذا هو المستوى ان شاء الله اللي غتوصلو لي بكثرة الممارسة والصعوبة تتكون في البداية فقط هذا ايه التنكيل دوك الناس اللي تتحطو في البداية الصعوبة تتكون في البداية فقط that's why you have to be passions على بركة الله But before I start I would like to thank everyone who has supported me شكرا جزيلا للجامعة على بركة الله To summarize means to take a long text and put it differently into a short version using paraphrasing to put the main ideas and important information of the source text in your own words while reserving their original meanings تلخص تلخص و تاخذ واحد تكسط طويل و to put it تعاود تكتبوه بشكل مختلف into a short version في واحد النسخة صغيرة أو قصيرة باستعمال paraphrasing راح نشفناها في الدرس لمقبل academic writing و to put the main ideas باش تحط ذك الافقار الأساسية and important information و المعلومات المهمة ديال the source text ذكك text الاصلي in your own words بكلماتك نتائيه ديالك و الأعيب ان تحافظ على المعنى الاصلي بتاع ذك التكسط A full page can be summarized in a couple of sentences صفحة على قدرة تقدر ندير لها التلخيص في جمال معدودة 3 جمال وال4 And a short story for instance can be shortened into an essay of 4 or 5 paragraphs وقصة قصيرة تقدر ندير لها summary ديالها اللي بتعطينا مثلا نعي واحد لإساية تكون قصة ديال 8 لباج ولا 6 ندير لها مثلا التلخيص في إساية 4 أو 5 ديالي باراغراف A good summary نفهموا بعد هذا الconceptة السمري اشنا هو اش خاص يكون فيه واش مخاصش يكون فيه واش خاص تقدير A good summary doesn't include ideas that don't exist in the original text إلا بتتلخيص ديالك يكون صحيح باللغة ديال اللغة الأكاديمية أو بالتعريف الأكاديمي يعني good summary مخاصش يكون يحتوي لأفكار لما تتواجدش في التكست الأصلي هذه number one number two and excludes تتحيد almost all details وتقريبا قاعدك للدطاق تتحيده and important examples والأمثلة اللي ماشي مهمة تتحيد or worthy explanations والتفسيرات اللي فيها الكلمات بزاك كثرة الهضران في التفسيرات تتحيدهم sometimes ignores even quotes وبعد مردت هادوك الكوات اللي تقول الأقوات تها شي واحد ديال الشي شخص تنحيدهم except ما عادة when they are truly valuable ما عادة إلا كانوا مهمين جدا عادة تنقدرون تستعنو بهم if you quote anything وحتى لا هزيت شيء قواتيش ديال الشي واحد you have to place it in quotation marks أو لبتوين quotation marks تتدير هادال quotation marks وتكتب من وسطهم من الشي اللي هزيتي كما هو هذا كما كان في الأوريجنال تكست أشخاص تدير when you summarize don't interpret ما تفسرش or analyze وما تحلنش التكست and you mustn't give your opinion وما خاصكش تعطي الرأي ديالك ذاك التكست خاصك تبقاه neutral يعني ما تجيله على هاد الوجهة لها الوجهة أخرى مثلا في حالة كانت مثلا an argumentative إساة or comment unless you are asked to do that وما عندكش الحق أنك تعطي كومنتير ديالك لا لا كومنتير لا تفسير لا تحليل لا إعطاء الرأي ما عادة اللي تطلب منك تدير هاد الشي مثلا في شي هو مور عادة نقدر نديره a few steps that help you write a good summary كيفاش نتبع الخطوات باش نكتب واحد summary جيد أولا read the text several times to understand it clearly and to have a full comprehension of it نقرأ التكست عدة مرات حتى نفهمه بوضوح ويكون عندي وحد الفهم شامل على هادك التكست اللي بيت ندير لي ترخيص دياله use your dictionary to explain difficult words استعمل تكسوني باش شرح الكلمات الصعبة حتى بدي تحتاجهم في الparaphrasing stage use a highlighter استعمل شي هايلايتر بشي لون كما بغيتي to highlight relevant information باش تسوليني ولا تهايلايتي هادوك المعطيات المهمة and take notes وبدأت أخذ نصف الجانب لاش هادي بنت لك مهمة اش مناية اش هناية number three find the main important points يقلب على ذلك النقاط الأساسية او للمهمة اللي كان في ذلك الpassage او لذلك التكست and rephrase them وعاود ديليهم الصياغة بكلماتك انتا ولكن in complete sentences في جمال كاملة if the passage is too long إلا كان هادك شي اللي بيت ندير لي تلخيص دياله طغل بزر divide it into small paragraphs to help you extract major ideas easily ديرو في واحد small paragraphs قسمو small paragraphs وهذا الشي اللي درت انا في هاد المثال تاع البراكتس اللي غنوريكم دابا number five change the structure of the sentence structure هو السينتاكس اللي شفنا في الparaphrasing يعني مرة نبدأ بهاد المرة نبدأ باسمتهم قاعدة clauses مرة نبدأ ب noun phrases كلما نروش start your summary with an introductory sentence بددك summary ديالك في الاخير على شكل بواحد جملة تقديمية that states the title في الغالي بتنذير فيها title العنوان تعدك التكست ولدك الإسسائي او لدك الparagraph and its author والكاتب ديالها إلا كانوا عندي هاد المعلومات مقدمانية number seven use the present simple حتى هاد present simple وكنستعمل في الاناليسس أو في الكالمنتين and in many many things sample present not the sample past summary remember أشخاص تدير في بالك فاشتسالي هادك summary ديالي قبل من ندوز للتطبيق your final summary should be clear and understandable to anyone who hasn't read the original text لماذا تدير الوريجنال تاكست هنا وعطيتين السامري هنا وشديتين عني السامري وقريته رخص يكون من نسبة لي يكون مسهلة لي الإمكانية أن يستنتجه لماذا تدير ذاك التاكست والذيك الارتكل اللي انتدرتين له الترخيص ديالها كاملة بوضوح very clear وتكون سهلة في الفهمة ديالها now i move to practice اش عندي فتطبيق اش بديكم ثلاثة ديالي paragraph وثلاثة دياله وشوفوا الفرق كي بيكون وغيب عليكم very easy how to do it خلينا نقرأ دابا original text number one about one million people live in india تقريباً مليون ديالناس أو ما يزيد تعيشوا في لهم many people live on small farms العديد من الناس تعيشوا في ضيئات صغيرة they live a quiet and simple life تعيشوا حيات هادئة وبسيطة the family takes care of the farm and the animals تتتم بذيك الضياء والحيوانات ديالها the most important animal on the farm is the cow الحيوان أكثر أهمية في ذيك الضياء هو البقرة البقرة the cow helps us helps on the farm تتساعد في الضياء in two general ways it gives milk to the family تتطلع إلى الحليب تتزودهم بفود and it does a difficult work on the farm وقدير واحد العمل صعيب في الضياء شوفوا الصمري ديالهادي كيلو اللق واحد جوج ثلاثة أربع عندي ربعات سطور كيف ذلك india has one million people many of them live a simple life on farms عادي ممتعش واحد حيوانات بسيطة في الضياءات the essential animal هادي كدبلة من نقول the very important رديد هذا the essential animal is the cow why? because it gives milk and works hard that's it وغرا الشيتي الخاص لي هاد ربعات سطور علاج الدوم هنا ندوز text number two the farmers do not make a lot of money عاديوا كل اللي خداموا في الضياء أو الفلاحون ما تيجنوش بزافة على المال they can't buy machines to help them do their work ما عندهمش استطاع بشري وادو في الماشين اللي سادوهم في العمل ديالهم also كذلك the weather is a problem in india طقستة هو مشكلة في الهند in june, july, august and september there is a lot of rain قالك في june, july, august and september كان بزافة الأمطار the ground gets very wet الأرض تتفزق بزاف then the ground gets soft وتتطعب تتولي بحلا فيها الغيث الماشين cannot work on soft ground but a cow can work الماشين ما تقدرش الآلة تخدم في هذا الأرض اللي دياله بحلوك ولكن البقار حط طبيعة دياله وتقدر يخدم بها cows also do not cost a lot of money والأبقار ما تكلفوش بزافة الأمال they don't need gasoline or repairs like machines ما تحتاجوش هذك الغربة غاصلين دياله بزقدهم ولا تحتاجو الجازولين بحل الآلات just food or grass شوف سامري دياله كيولا one two three four five عندي خمسات السطورة ودرتهم أنا في جوج وكلمة قولا جوج وش كلمة جوج وش كلمة كيفاش تاني قرأ it rains heavily in india in june july august and september هني لعبت بالسنتاكس تاكس تاكس كامل وبلاس من دير it rains شوف كيم كتوبة هنا يا the weather is a problem حية تعليه وويدر بلا من قول تاكس بلا من قول there is a lot of rain قلت it rains heavily in india in june july august and september the ground grows muddy هاد grows هاد grows تتعني يكبر ينمو وكتعني تبكام تلفع تع يصبح the ground grows muddy كتصبح مغيسة الأرض and farmers cannot buy machines وهدوك المزاريون تقدروا شريو الآلات cows are cheap الأبقار الخيصة unable to work on wet fields وعند هالإمكانية قادرة على العمل أو الاشتغال في هدوك fields شنا هما fields للشان الحقول الحقول التي تكون فيها اوكي original text number 3 مع آخر مثال هو هذا paragraph number 3 farmers care about their cows very much المزاريون تيتموا بالأبقار ديرهم بزر بشدة they want their cows to be happy بغوا الأبقار ديرهم يكونوا سعاداء the farms aren't busy at certain times of the year هدوك الضايات مت يكونوش مشغولين في بعض الأوقات من السانعية مت تكونش الخدمة and these times people at these times people wash and decorate their cows الناس ستنقي ستوصل و تدكوري و تزيين الأبقار ديرهم Americans like to wash their cows and Indians like to wash their cows غالك المريكانين تيجبهم يغسلوا السيارات ديرهم ولهنو تيجبهم يغسلوا الأبقار ديرهم two times a year there are special celebrations for the cow يجب المرت في السنة تكونوا احتفالات special بالنسبة للأبقار ولا من أجل الأبقار these celebrations are like thanksgiving in the United States وهذا الاحتفالات بحال thanksgiving عيد الشكر التي تكون في الولايات المتحلة مثلا one two three four five عندي خمسات سطورة قدرتهم في جوز سطورة و ثلاثة كلمات شوف السمري ديالها كله cars are special for Americans and cows are special for Indians التي سيارات مهمة أو المميزة بالنسبة للمريكانيين والأبقار المميزين بالنسبة للهنود farmers look after their cows استعملت take care of their cows care of their cows درت لها أنا look after استعملت هاد الفريزر فريزر 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 to look after their cows and organize celebrations وتينض محافلات والاحتفالات for them من أجل هاد them كتعود على الكاوز twice a year بلس ما نقول two times اختصرت هاد two times فهاد كلمة دية twice a year when there is no work to be done فاش ما تيكون تش خدمة اللي تدار and that's all very easy نتمنى تكون استفادة للجميع الى عجبك الفيديو دير جيم وخليك كومنتر وبارتاجي مع أصدقاء ديالك and thank you very much see you with another lesson